السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدة الأعزاء كان عرف أنه غير كي تخيل لكم أنكم عندكم مشكلة في تعبير الإنشاء ويرى المسألة بسيطة جدا عندكم يا إما أسرد سردت يا أسرد حدثا وقع لك في طفولتك أو أسرد أول يوم دخلت فيه المدرسة أو أي حاجة لك أنت سيراداتي وليقول لك اكتب في بضعة أسطر عن شخصية تعجبك تخذتها قدوة لك هذا هو محور مهار يقدر يعطيكم الوصف يستوجد المسألة يقدر يعطيكم وصف عجوز كمارا من الطريق فوجدت عزوزا في طريقك وسترد الحوار الذي جارى بينك وبينه معسمدا على مهارة الوصف وخقنا في الدورة اللولى كل شي محتمل التقنيات الإنجاح ستقنا حت سرد سيراداتية أو غيرية زائد الوصف يقدر يقول لك قلنا حكاية عجيبة الحكاية العجيبة فيها واحد الجزء تتعلق بالأسطورة والرمزية والخرافة وجزء يعني حكاية من الخيال العلمي وراء مهارة وحدة حكاية عجيبة يعني فيها شي حاجة وقعت أو شخيلتها طرح ما تقولش وقعت لكنت تخيلتها يا غريبة كنت مارا من الطريق وفجأة اعتردك قط واعتقدت أنه يأمن من الألم أردت مساعدته وفجأة تحول إلى عفريت مثلا وقد دخول تحول إلى الخيال وقدر يكون قصة من الخيال العلمي وعندكم النقد والحكم مفترض أنه مجاو وحسن نوع النقش معكم اليوم الإنتاج أنشطة الإنتاج في مهارة النقد والحكم قالك هذا النص دي الهيقل غاية الفن وأخضر حكما فيه خدعوا النقد والحكم ها هو نقرأ لكم الموضوع الموضوع أنا ديس معكم أنشط التطبيق الروائيين العربيين إبراهيم جبرة إبراهيم وعبد الرحمن مونيف راكين في القناة سيلا بويت رجعوا لي انطلاقا من هذ النقد لوجه لهم صدوق نور الدين حول رويته عالم بلا خار رويتهم بجول عالم بلا خار رائد أنا درت هذ النشاط هذ الإنشاء لكن دابا اليوم أنا عندي أنشطة الإنتاج لهي كتقول لك عد إلى النص القرائي غاية الفن اللي ودي الهيكل وهيكل فيلسوف ألماني وصغ حوله حكما نقديا بسيطا تقوم فيه العناصر التالية لغة لغته يعني لغة النص وأفكاره وقدرته على الإقناع مدى تماسكه وانسجامه مسترشدا بما اكتسبته حول هذه المهارة يعني النقد والحكم هذه المهارة النقد والحكم أنا مني كان بغي نوجه النقد والحكم رأي أنا كثير مئة خاصني نحفظ هذه الخطوات اللي كانين هنا هذا ونحفظه لأنه هو اللي غيساعدني على أن أنا هنتعامل مع واحد النص وقالوا لي وجه النقد هذا ما أعطوني صورة لوحة وقالوا لي وجه لأن نقد الحكم رأي ما قالوا لي اسمي تشاري سينمائي قالوا تفرج فيه وجه لأن نقد الحكم هذا رأي أعطوكم نص نص وقال يالله استقراه وخرج لنا اللغة والأفكار ومضامين وثبول وخطوات المنهجية في الإقناع سيلبيات والإيجابيات اللي أعجبك اللي ما أعجبك اللغة لغته وأفكاره ومضامين دياله وعطينا أنت رأيك يعني حكمك هذا النص شنو رأيك فيه ها لغته أفكاره قدرته على الإقناع مدى تمام هتشكون شي هتوجيه للنقد هتشوف لنا اللغة ديالنص الأفكار اللي تضمنها النص قدرة الفيلسوف على الإقناع إذن ها هو النص اضغطوا عليه وقرؤوا قراءة جيدة إلا ما فهمت شي حاجة وجهتك صعيبة دياله لعم الجيه تقرأ الفيلسوف أسطر على الكلمات وقلب عليها تعبشي شوية قلب عليها ومني كتسطر وكتشرح حركة تفهم دير مجهود حاول وإن شاء الله بشوية تتملك الملكة لأن بالنقطة النقطة يحمل الوعد قرأته هيك إلا أنا أقرأ لكم نموذج كيف أنا وجهت ليه النقد هذا المقلب لما نقرأ كيف وجهت ليه النقد أقرأ لكم أقرأ لكم أقرأ لكم أقرأ لكم إلا إلا تستخرجوه إذا قرأت مقالة هيكل الفيلوسف الألماني غاية الفن ستجد أنه قام بتحديد الهدف من الفن في الوجود وغايته الأسماء في حياة الإنسان وكيف أنه يرقع بخلق المرأة أو قد يسقطه إلى أسفل السافلين قصدا منه أن الفن يكشف النفس عن كل ما هو جوهري وعظيم وسامي وجليل وحقيقي أو يمد الإنسان بتجارب واقعية تنمي قدرته على تجاوز مشاكله كما تطرق إلى فكرة أن الهدف من تواجد الفن مع الإنسان أنه يوقد النفس ويلطفها من الهمجية ويهدب الخلق وذلك من خلال تحريك كل ما هو خامل فيها إن هذه الفنون قادرة على رقي ذوق الإنسان كما أنها قادرة على إفساده وشوف وراء أنا وجهة النقد الأفكار ومضامين نص غاية الفن المقالة دي هايقل دباعا نتاقل من النقد الأفكار إلى اللغة أشنو غاية نقول فاعتمد على التفسير هذا النقش الأسلود اللغة باش كتب فاعتمد على التفسير والتوضيح بلغة سهلة وبسيطة لا يفهمها المتقف وحده بل هي رسالة إلى عامة الناس لأن الهدف من الفن نبيل وسامي ووسيل لتقنقية الروح والفكر بالإضافة إلى توظيف إلى الجمل القصيرة حتى لا يشعر القارئ أو الباحث بالملل مع ربطها بروابط منطقية تناسب فكره الجدلي الذي يعتمد على شدة الحوار من أجل إقناع الآخرين بوجهة نظره هذه الروابط خلقت اتساقا بين الأفكار والفقرات فوحدت الفكرة بالموضوع وخلقت انسجاما بينها حتى لا يتشتت دهن القارئ ويقتنع إلى رأيه هنا الخلاصة وحكم وجهة النقل إن أسلوب هيكل في الكتابة يعتمد على الموضوعية والدقة في التحليل والتركيب ليتحقق الهدف الأسماء من طرح ندرياته ليقبلها العقل وتستجيب لهالحواس وتعجبني مثل هذه الكتابات التي تعتمد على المنطق وعلى الحجة والدليل كيف درس رمزان مغيش وقنت شعر عليكم كنعطيكم هذه الأسلوب لجي تشوف كتلقى وقريب من أسلوب التلاميذ حتى الموصحيح رمز شي سادج نقل تحليل شي أستاذ أديب واعر أستاذ تحط بأسلوبك أنت الشخصي وبسطك وبعفويتك أستاذ أستاذ أنت أستاذ كتب أولداتي تحرج كتب لي في التعليق خط غيظ واضح صور لنا لا تعرف أولادك لا تعلمني كيف يتم بكثير لا تعلمني أكثر لا تعلمني لكم لا تعلمني أكثر نقري لا تتجد حق و ها يتجدون تلك أولاداتي لدي المعارف و المعلومات كنت أتعلم اولادات كيف يدعون اتجدون التليفون يتجدون يا الله إلى اللقاء لتنسي الله ينجحكم